اشتركوا في القناة وقام بها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وصدور الأمر الملكي السامي بترقية سموه إلى رتبة فريق وأكد صاحب السمو الملكي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء نثقة الملكية السامية بترقية سموه الفريق الروكن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكية جاءت بفضل الجهود الحثيثة والعمل المضني والكبير الذي يقوم به سموه في خدمة الوطن في المجال العسكري والذي انعكس على التطور والنماء في مختلف المؤسسات التي تبوأ المناصب المختلفة فيها وتحقيق إنجازات عسكرية مميزة وكبيرة ما عزز من تطوير وتعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية وهو ما يعكسه حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدائم على تحقيق النجاح والتميز في كافة المهام الموكلة إلى سموه وأعرب صاحب السمو الملكي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بإدوام التوفيق والنجاح في تحقيق التطلعات الملكية السامية بما يعود بالخير والرفعة على وطننا العزيز داعينا الله العلي القدير أن يوفق سموه ويديم عليه مسيرة التمييز والنجاح